أبو قبلة بيتهمني بالشخصنة كونك مش عاوز نقولك يا أبو قبلة دي حاجة تانية لكن متقوليش إنها شخصنة لكن الباشا افتكر الأنصار هم النصارى الإلحاد سقط داخل شبكة الخطاب التكراري النمطي ما هو المانع الإلحادي من إبادة الجنس البشري بأكمله؟ التحديك أن تثبت أن النساء شقائك الرجال إلحاديا المرأة إلحاديا أقرب للغوريلا من الرجل مش هو ده إلزام إلحادك ولا أنا بفترع عليه؟ الدكتور هيثم طلعت عمل فيديو ردا على كلامي وعادة أنا ما بحب موضوع الأخذ والرد بالفيديوهات ولكن الإجابات الإجابة غريبة لدرجة أني لقيت حالي مجبور ووضح للناس المشاكل بالمغالطات المنطقية اللي ويع فيها خلونا نبلش بالمقطع الأول لأنني حبيت سمي التخبيص المنطقي لما تكون فضيحة بتنغص عليك عشتك وهتفضل معك لغاية ما تدخل أبرك فاستحضار هذه الفضيحة في كشف الأجندة ليس بشخصنة ما هو الشخصنة؟ لا يا صديقي هذه هي شخصنة هذا التعريف الحرفي لمغالطة الشخصنة الشخصنة هو التطرق لنقد الأشخاص عوضا عن الموضوع المتوقع بالحوارات المنطقية أن الإنسان يكون قادر على الإجابة عن سؤال ما من دون التطرق لمواصفات الشخصية تبع السائل فعا سبيل المثال خلص تعمل التعريف نفسه لإنتجبته اللي هو ليس تقيق من شكل كامل لكن جيد ما فيه الكفاءة الشخصنة هي النقد خارج موضع النزاع أما النقد في قلب موضع النزاع فليس بشخصنة ممتاز خلوني أعطيكم سيناريو ونطبق عليه التعريف نفسه يستشهد في هيثم السيناريو أن قصاي إجل عند هيثم وقال له دكتور أنا أعتقد أن دينك غير عادل لأنه بيسمح بتعدد الزوجات للرجل فالسؤال بيصير ما هو موضع النزاع حاليا؟ هعطيكم أربع خيارات أن تختاروا الإجابة بكل بساطة أن موضع النزاع هنا هو تعدد الزوجات مما يعني أنه أي موضوع آخر هو خارج موضع النزاع فإذا نطبق التعريف نفسه لجابه هيثم على هذا الموضوع منشوف أنه نحن مجبارين نجاوب على تعدد الزوجات حصراً وتجنب أي موضوع آخر فهون استوعبت أنه هيثم ما رفهما شو يعني مغاضطات لأنه عم يشرح لنا شغل ما له عرفان يطبقه والحقيقة ده ما له اتهام عشوائي مني إذا ننتبه شو حكى بالدقيقة الأولى من الفيديو بيبين معنا منه هذا الإنسان حافظ مش فاهم لأنه بيقول الاستحضار الدائم لأخطاء تاريخية لشخص ما في حوارات مستقبلية هذه ليست شخصنا استحضار هذه الفضايا في إطار رد الشبهات دي حاجة مهمة جدا فأنت هتفضل أبو كبلة في كل حلقة بتهاجم فيها الإسلام من بعدها بيعرف الشخصنا وبيقول الشخصنا هي النقد خارج موضع النزاع أما النقد في قلب موضع النزاع فليس بشخصنا فكيف بدك تجمع بين هدول القولين ع سبيل مثال لو أنا اليوم عملت فيديو عن الناسخ والمنسوخ في الإسلام موضع النزاع هو الناسخ والمنسوخ فلما بتقلي أنك حتبقى بقبلة بكل فيديو بتتكلم عنه بالمستقبل السؤال بصير هل أنت عندها عم تتكلم عن موضع النزاع تبع كل فيديو ولا عم ترجع لأخطاء تاريخية خارج موضع النزاع كان لازم بس تفكر بكلامك شوي هيثم أما تتكلم لكن هيثم أنا مستوعب شو هي مشكلتك أنت فكر أنك إذا جاوبت على الموضوع من بعدها انتقلت لنقد الأشخاص فإذا أنت هم بريء من الشخصنا وفند الشبهة من كل وجه ثم أبين جهلك بالإسلام وهذا الكلام غلط لأنه اتضح بالحوارات المنطقية الشي الوحيد المطلوب هو وجود إجابة كافية والناس اللي بتطرق لنقد الأشخاص من بعد الإجابة هدن الناس اللي بيعرفوا أنه الإجاباتهم كانت غير كافية فبيسعوا لأنه نجيبوا انفصارات وهمية بمغالطات منطقية وهذا الشي اللي أنت حرفيا غاطس فيه بكل فيديوهاتك لكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف فيك أنت تضل تقول عني أبو قبلة وعن سراج طماطم وعن أي حدا اللي بدك ياه وفيك توهم نفسك أنه هذا الشيء جيد ومطلوب لكن بالواقع الحقيقي اسمه مغالطة الشخصاني من بعدها بتتكلم على مغالطة وأنت أيضا وبتقول قال لي أنت كده بتقع في مغالطة اسمها وأنت أيضا فهذه ليست مغالطة وأنت أيضا لكن أنا أفند الشبهة أولا من كل وجه وبعد كده تكملة للفائدة بكشف إلحادك أعرج على الإلحاد صديقي مرة تانية حتى لو كان عندك إجابة قبل التعريج هذا حرفيا وصف مغالطة وأنت أيضا أسابي المثال خلينا نقلب الموضوع توقع لو شخص مسلم إجل عندي وقال لي قصاي أنت الملحدين بتآمنوا بنظرية التطور فأنا بشرح له لا صديقي هاي اسمها نظرية علمية وهذا اسمه موقف فلسفي فمو كل الملحدين بآمنوا فيه فهيك عطيته إجابة تخيل هلا قل له خليك معي ديئة الآن دعني أعرج على إسلامك وقل لك الأشياء اللي أنتو بتآمنوا فيها في الإسلام فهوم برأيك أنا بكون طلعت خارج الموضوع وعادت بمغالطة ولا زيادة بالفائدة مثل ما أنت قلت حبيته هذا التعريف هيثم قال أنا مو عادت بمغالطة وأنت أيضا وإنما هي فقط زيادة بالفائدة صديقي ما في شي بالحوارات المنطقية والفلسفية اسمه زيادة بالفائدة اللي عم تعمله أنت هو زيادة من دون فائدة لكن الحقيقة قديش أنت عندك ثقة بنفسك وإنت عم تشرحه قوة بشجاعة لكن من نفس الوقت الشي نفسه عم تشرحه ما لك فهمانه من بعدها وكما هو متوقع الدكتور هيثم ويع بكتير مغالطات منطقية بالفيديو ووضحتهم أنا بالبث المباشر لكن حابب أذكر واحدة منهم هون لأنه هاي مغالطة بتوضح بشكل عام طريقة عمل هيثم وشلون بيصنع المحتوى تبعه المغالطة اللي وقع فيها اسمها مغالطة انتقاء الكرس انتقاء الكرس بصير لما نحنا منختار نقط معينة من فكرة ما ومنتجاهها النقط أخرى بالفكرة نفسها لحتى فقط نصل للنتيجة مرغوبة بشكل غير مبرر وهذا الشي عمله هيثم لما قال لكن الباشا افتكر الأنصار هم النصارى لأن الكلمتين قريبين من بعض يجهل أبسط بديهيات الإسلام لما أهل المدينة من المسيحيين واليهود وأدياء مختلفة سمعوا أنه في دين جديد اسمه الإسلام وأصحابه عابطهم اضطهادهم في مكة فدعوا محمد وصحابته أنه يجوا على المدينة لحتى يعيشوا بأمان ويمارسوا الدين تبعهم بحرية فحصلت الهجرة الشهيرة المسيحيين استقبلوا نبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الكلام اللي أنا قلته بهذا المقطع واضح لكن هيثم كان حابب يصل لنتيجة أنه قصاي مبيع في فرق بين النصارى والأنصار لهيك تجاهل لما نقلت يهود لأنه هنا كانوا من أهل المدينة وتجاهل لما قلت أديان أخرى مختلفة لأنه هنا هدول كانوا الأوس والخزرج كما يقال عنهن الأنصار فاللي عمله أنه تجاهل هدول النقاط واختار المسيحيين فقط وطلع بنتيجة أنه قصاي قال أنه المسيحيين هن الاستضافوا محمد بالمدينة المسيحيين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هاي الجملة مو موجودة بالفيديو تبعي هي جملة من صناعة هيثم اللي وصل ألها عن طريق انتقاء الكراز خلينا نعرض الكلام مرة ثانية لما أهل المدينة من المسيحيين واليهود وأديان مختلفة نعم صديقي هيثم يفهم من كلامي أن المسيحيين هن الاستقبل محمد وغنول وطلع البدر علينا كلامك صحيح انتبهت على شي هيثم بيعملوا في فيديوهاته حابب شاركه معكم كل هاتنا شفنا لما أحيانا هيثم كون عم بيحكي شيء معين فبتطلع ناحو صورة مكتوب الكلام نفسه اللي عم بيقوله بطريقة منمقة وجميلة ومرتبة هذا الشيء معمول لحتى يعطي المشاهد وهم انه هذا الكلام مو بالضرورة كلام هيثم وإنما هو مصدر أو دليل عسبي المثال لما بيقول ان كيف انت ملحد يعني ابن هذه الطبيعة يعني تعيش في عالم عدمي عبثي بلا معنى ولا قيمة ولا غاية مش هو ده إلزام إلحادك ولا أنا بفترع عليك أنا منح الجاهب عن هذا الموضوع أنا حخلي المشاهدين هنا الإجابة عن هذا الموضوع أصدقائي لحعطيكم إجابتين انتوا اختاروا برأيكم أي هي الإجابة الصحيحة رقم واحد الشيء اللي قاله هيثم هو حقا إلزام إلحادي موجود بالعقيدة الإلحادية مكتوب بالكدب الإلحادية وملزم لجميع الملحدين بكوة أرضية وتاريخ البشر أو الإجابة رقم اثنين هذا كلام هيثم اخترعه من عقله سماء إلزام إلحادي بمعنى أخو رجل قلش ما عنده أي دليل أو مصدر حقيقي عليه غير أفكاره الشخصية وافتراضاته الشخصية وصله عشر سنين عن يوتيوب عم بيذكر الموضوع نفسه ميرارا وتكرارا ونوه وأذكر مرة تانية أنه إجابة واحدة فقط هي الإجابة الصحيحة اللي عم حاول يقوله أنه هيثم لما بدي يتكلم عن أشياء هو مختراعه من عقله ما عنده أي دليل أو مصدر حقيقي عليها دائماً بيجيب صور وبيكتب الكلام نفسه اللي عم يقوله لكي يبدو للمشاهد على أنه دليل أو مصدر وهي الظاهرة الهيثمية موجودة بكل حلقات الدكتور من أول ما طلع على اليوتيوب لوقتنا الحالي فحبيت أعطيها تسمية مميزة حبيت سميها تكتيك الدحيح اسمحوا لي إيش راح لكم أعزال مشاهدي بسلام عليكم وعطي البركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح صف كل اللي علينا نعمله لننزل ونتأكد من هذا الشي نزل بس على المصادر فعودنا لسنين طويلة أنه هي هي طريقة مشاركة المصادر على اليوتيوب فالأخ هيثم عبي يعمل الشي نفسه اللي بيعمله الدحيح ولكن الفرق الوحيد والصغير اللي بيناتهم هو أنه لما الدحيح بيقول شغلة معينة فعلاً بيكون الدليل تبعها بالروابط لكن لما هيثم بيقول شغلة معينة الدليل الوحيد تبعها بيكون مخيلته الشخصية لهيك سميتها لها الظاهرة الهيثمية تكتيك الدحيح وكل اللي عليك تعمله دكتوري لحتى تتجنب هذا الموضوع هو أنه تذكر لنا المصادر عن الأشياء اللي أنت بتتكلم عنها ابتداءاً بهي الجملة نفسه اللي أنت جايبة يعني تعيش في عالم عدمي عبثي بلا معنى ولا قيمة ولا غاية مش هو ده إلزام إلحادك ولا أنا بفترع عليك فجب لنا شو هو هذا الدليل الملزم لجميع الملحدين أنه هي فعلاً قاعدة إلحادية حقيقية بحجيب الاتحاد السوفيتي تغلطه مع هتلر وتحطه مع زريض التطور وداروين ومرأة غوريلا وتقول هذا هو دليلي على هذا الكلام صديقي بحب هنيك أنه هذا مو دليل هذا اسمه استنتاج شخصي اسمه رأي شخصي الدليل هو الشيء الملزم للطرف الآخر فمثل ما أنا بقل لك قرآنك بيقول كذا وكذا وبجيبه دليل عليك بلزمك فيه جب لنا أنت شو هو الإلزام الإلحادي لهذا الكلام اللي أنت قلت هيك ما نكون خلصنا من قسم التخبيص المنطقي فخلونا ننتقل عبائية الفيديو اللي هو للأسف تخبيص فكري على سبيل المثال في مقطع بيقول أنه الملحدين بيكرروا الشبهات نفسها مع أنه تم الرد على هي الشبهات مئات المرات كم شبهة الملاحدة بيكرروها في كل حلقة بس يغير لك المنتاج والموسيقى ويعمل لك كم إضافة وكل عام وأنت بخير طيب يا بني آدم نفس هذه الشبهات تم الرد عليها تكرارا ومرارا تم تفنيدها من كل وجه وهناك فعلا آلاف الردود على الشبهات لكن الشي اللي ما لهم استوعبه هيثم بس لأنه هناك ردود هذا لا يعني أنه فيه إجابة جيدة أو كافية خاصة لما القنوات الدعوية بيكون عنده ردود مختلفة ومتناقضة الشي اللي بيحول الرد على الشبهة أسوأ من الشبهة نفسها ولا ما عم بيحكي عن القرآنيين أو مذاهب أخرى عم بيحكي عن أهل السنة نفسهم ردودهم مختلفة ومتناقضة هن بين بعضهم ما في اتفاق بيناتهم إن كانت الأرض مسطحة ولا مكورة مو متفقين إن كان محمد تزوج عائشة هي وصغيرة ولا هي وكبيرة ما لهم متفقين إن كان الدين دين قاتلوهم أو إن الله لا يحب المعتدين ما في اتفاق على صحة الحدود أو أشياء مثل السبب الجهاد قسم عم بيرقع دينه وقسم ما لهم استحي من دينه كل هذا التخبيص تحت كلمة الرد على الشبهات والناس تاهت وما عم تفهم شو هي الإجابة صحيحة المسلمين نفسهم ملوا من كلمة شبهات شلوم تك تفهم المسلم إن دينك ثابت وواضح ولا يمكن سوء فهمه أبداً لكن بنفس الوقت مليء بالشبهات ما ألاف الشبهات اللي يجب الرد عليها ما فيك تجمع بين الاثنين بنفس الوقت فمحاولاتكم للرد على الشبهات هي اللي عم تخلي الناس تشك بالدين أكثر من الشبهة نفسها من بعدها بيتهمني بالتدليس والكذب وقال أنا عم بقطع الفيديوهات تبعه لحتى استخرج أكاذيب دلوقتي الأساليب الرخيصة التي استخدمها هذا الملحد في التدليس علي شوفوا هيقتطع ازاي كلامي بـ 8 آجست 2020 تنشر فيديو عم تقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان والدخان هو الكثافة الغازية الناجم عن شيء محترق أو منفجر وهذا عين التوصيف العلمي لبداية ظهور الكون هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث ولم يسبقه فيها إلا القرآن بعدها فوراً بـ 25 سبتمبر بتنشر فيديو عم تقول إذن أفسد العلوم هو علم الكزياء الفلكية أكثر العلوم ازدحاناً بالخرافة والزبالة والوهم تستطيع وأنت بطنئن أن تسميه علم الشعوذة خاصة في مدحل أصل الكون نشوف من نفس الفيديو الذي اكتطع منه هذا المدلس الدخان الكوني موجود حتى الساعة وهو الذي يتكثف لتظهر النجوم فهو قضية متبتعة علمياً إذن قضية الدخان الكوني قضية ترصت حتى اليوم ماهياش متعلقة فقط بأصل الكون عرفت أنك مدلس تكتطع لتلزم خصمك بما تريد أين النزاهة؟ حيثاً بأعتقد كلامي كان واضح بالفيديو أنا عم أرجي الناس أنك متناقض مرة بتستخدم العلم يثبت صحة إسلامك وقرآنك من بعدها بشهر بتعمل فيديو وبتتكلم عن العلم نفسه اللي استخدمته لإثبات قرآنك وبتقول عنه أنه علم فاسد والشعوذة والزبالة هنت عم تحاول تقول أنه فعلاً علم بداية الكون هو علم خرافي لكن قرآنك يمكن إثبات صحته بعلم تاني إلو علاقة بدخان الكون إذا هذا الشيء عم تقوله شرحلنا شو هو العلم اللي معهندك مشكلة معه لحتى ننصي نفهم ونستعمل وصدق لكن أصدقائي إذا كنتم فكرين أن هذه الإجابة نوعاً ما غير موفقة اسمحوا لي سمعكم رده على موضوع البوست الشهير تبع رصاصة في رأس ملحد وجيب لي منصور أنا بنقله على لسان أحد الملاحدة ونسبته لي لجهلك رصاصة في رأس ملحد ولا هو فاهم المنصور ولا فاهم القصة أصلاً هذا منصور نقلته على لسان ملحد شفت المهزلة لعام 2013 كنت بكتب كتاب ونقلت من الكتاب هذه الجملة طلقة نارية تستقر في الرأس هذه كلمة الملحد جيفارة فهذا اقتباس من الملحد جيفارة فأنا عملت اسقاط علشان أشوف رد فعل الملاحدة ولا أنت عارف اسقاط ولا فاهم الحوار أصلاً كان عن إيه ساعتها لا طبعاً أنا شو هيفاهمني دكتور ما فيني أصل لعلمك ولكن خليني ساعدك بشي لأنا واضح عندك سوء فاهم لكلمة اقتباس فهذا اقتباس من الملحد جيفارة الاقتباس صديقي هو نقل القول كما هو فلما أنت بتقول بأنك أريت رواية لملحد أطلق رصاصك برأس فلاح واقتبست منه أنت ما اقتبست صديقي أنت اللي عملته اسمه إلهام الرواية هي ألهمتك تكتب المنشور تبعاً فالسؤال بيرجع نفسه ليش كتبت هذا المنشور ولكن الدكتور ما مرقل إياها وجاوب الإجابة هي أنه برانك هذا الموضوع كان هو عمل تجربة اجتماعية للملحدين فأنا عملت اسقاط علشان أشوف رد فعل الملاحدة ولن تعرف اسقاط هيثم ليش؟ ليش تعمل هيك بحالك؟ هي هي الإجابة اللي طلعت معك بعد عشر سنين أنا أعطيتك مجال تهرب من الموضوع بكل بساطة ولأن الرصاصة اللي تتستقر في رأس منصر أو ملحد طبعاً هذا الكلام قديم كتير ما بصير نحمله عليك ممكن تكون غيرت رأيك وبتمنى تصرح إن كانت غيرت رأيك فأنا ما قديت لك السجادة وشغلت لك الضوفة تحت لك الباب تلك هيثم تفضل هرب بكل بساطة عم أنت نقطيت من الشباك صلك عشر سنين متجاهل موضوع زي العسل ولا كأنه في شي هلأ هي الإجابة اللي يطلع التجربة اجتماعية للملحدين من اقتباس اللي هو مو اقتباس من رواية فلاح برو هومي أيضاً على قائمة الأشياء اللي كان لازم تتجاهلها لكن من حسنا الحظ أنك رديت عليها هي موضوع الملحد اللي فجر نفسه 18 لأدري بعد شوية أم هذا الملحد جايب لك مقطع 18 لأدري في مناظرة مباشرة ما عندكش وقت للتحقق من المراجع تعلم النزاهة في النقد نعم أطفق الواحد ما عنده وقت من مناظرات لتأكد من المصادر لكن هيثم نحن ما عم نحكي على معلومة مثل سرعة الضوء أو بعد الشمس عن الأرض أو عمر أحفورة معينة نحن عم نحكي على سيناريو أنك أنت بمناظرة عن جهاد الطلب مع هشام فتت على جوجل وكتبت ملحد يفجر وفتحت أول خبر اللي هو على موقع كوميدي خبر كوميدي مكتوب بطريقة كوميدي مفرط فيها هذا توضح أنها غير صحيحة لكن أنت من شدة زكاءك وسرعة بديهتك واتساع معارفك صدقت أنه هو خبر صحيح وأحد الملحدين فجر نفسه في 18 لأدري في منطقة استوكهول لمن يريد ألا يبحث عن هذه المعلومة يكتب إثيست 18 جنبها أجنوستيك وسيجد يعني عشرات المقالات المؤثقة طبعا تتحدث عن هذه العملية هيثم تخيل لو أنو إياك بمناظرة عن الأخلاف فوت أنا على جوجل وكتب مسلم يتزود ويطلع لي خبر كوميدي بموقع كوميدي أنه في مسلم بالسويد لقى آية بالقرآن تسمح له يتزوج والدته فتزوجه من بعدها طبق تعدد الزوجات وتزوج إخواته أيضا كله نزلوا نضره على الوالدة فأنا وبعيد عنك كون غبي بما فيه الكفاية لصدق منه هذا الشيء صحيح ومو بس هيك استخدمه بالمناظرة ضدك كحجة لإثبات أنه دينك غير أخلاقي فصديقي الناس ما ضحكت عليك لأنه ما كان عندك وقت لتتأكد من المراجع الناس ضحكت عليك لأنك لما قريت هذا الخبر ما كان عندك الذكاء الكافي لتقول لولا لحظة واحدة أنه يبدو أنه في شيء غلط يبدو أنه خبر غير دقيق وما لازم استخدمه بمناظرة هذا كان الشيء المضحك من بعدها بيرد على موضوع الحديث الضعيف وليس الضعيف الحديث الغير موجود اللي هو استشهد فيه على صح الدينه شوية وجاب لك حديث أنا نفسي قلت في نفس ذاك الفيديو أن هذا الحديث في سنديه نظر وأحضرت له بعض الشواهد طبعا أتحدك تعرف يعني إيه شواهد أصلا أصدقائي ما حضيع وقت كثير بهذا الموضوع أنا تكلمنا عنه بحلقة سابقة فأختصركم إياها بطريقة روائية الدكتور هيثم طلعت بيوم الأيام قرر ينهي النزاع بين هالأرض كروية ومسطحة في الإسلام هو مع جماعة الأرض الكروية في الإسلام لكنه فات على السنة وفات على القرآن ولقى ابنه ما في شي بيدعم هذا الموضوع بالعكس يفهم من القرآن والسنة أن الأرض فعلا مسطحة موس هيك الشمس بتغرب تحت الأرض وتروح لعند عرش الرحمن وبتسشد وبتعمل حيوار معه يوميا قصة طويلة فقرر أنه يجاهل السنة والقرآن وآتانا بحديث فعلا بحل المشكلة حديث اللي بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس هي على رسلها لا تبرح ولا تزول تغرب عن قوم وتطلع على قوم فطلع هامان ونوح أن هذا الحديث مبس ضعيف غير موجود ليس له أصل طبقا لهذا الملحد أن هذا الحديث اختلقه الدكتور زغلول النجار هو أنا قاله عن زغلول النجار زغلول النجار هو أول من أتى بهذا الحديث فرد عليه هيثم الرد القاطع وقال له نعم هذا الحديث أنا قلت في سنده نظر ولكن صحة الحديث لها شواهد في أحاديث صحيحة أخرى هذا الحديث وإن افترضنا أنه ليس موجود بنفس هذا اللفظ إلا أنه موجود بسند صحيح بمعناه فمرة تانية السؤال بيصير ليش لا تستخدم حديث في سنده نظر وإنت عندك أحاديث صحيحة الإجابة بكل بساطة أن هيثم ملأ شي بالقرآن فتجاه الكلام إلهه وملأ شي بالسنة فتجاه الكلام رسوله واختار كلام زغلول النجار من على التلفزيون لأنه هذا الحديث الوحيد يدعم كلامه الحديث اللي مرة تانية في سنده نظر وهو ما له سند أصلا هو السند تبعه وحدثنا هيثم الطلعطي عن زغلول النجار قال رسول الله فهيثم عامي مثل لو أنه ادعى أنه هو مغربي آسف أخوتي بالمغرب وأنا طلعت بالدليل وأثبتت أنه هو مصري وليس مغربي فبرد علي وبيقول كلامك صحيح أنا فعلا مصري أنا لست مغربي ولكن هناك شواهد على أني قد أكون فعلا مغربي أنا بشرتي سمراء ساكن في شمال إفريقيا شعري أسود فهذه الشواهد على أني قد أكون مغربي وهي هي الطريقة نفسة لمستخدمه ليرد على موضوع الحديث المؤلف فكت جعب هيثم قال لك هيثم بيعرض اسمه في كل حلقة إفلاس غريب وأخيرا الأشياء اللي أنت بتعملها لتنفر بعض المشاهدين هي شو هي؟ دكتور شو هي؟ أنا عمل هذا الكلام عشان لو ملحد قطع جزء من حلقاتي وعرضها على قناته الناس تعرفت وصل لي هيفام إن كانت هيفام لإجابتك الحقيقية بحب هنيك على اختراع أسوأ طريقة بالعالم لحماية محتواك من السرقة صديقي انت دافش حالك برات الفريم لتذكر الناس لنك دكتور يعني أنا كله علي عمله بني قص نص الصورة و... It's very simple أنا أدعي إن هاي الإجابة غير صحيحة وإنت عرفان تماما شو عم تعمل عم تدعي إنك دكتور وكاتب على اسمك دكتور عم تذكر مشاهد دائما لحتى تكسب هاي المصداقية الوهمية بعدين قد أكون مخطئ أنا ولكن مين الملحد اللي بيرد عليك وما بيذكر اسمك صديقي أنا ما بعرف أي ملحد بيعلق عليك إلا بيذكر اسمك بالعنوان أو بالصورة أو بيقل بالفيديو وبتعرف ليش نحن بنعمل هذا الشيء صديقي لأنه عنا ثقة بأفكارنا وما منخاف إنه المشاهد يسمع الرأي الآخر إنت اللي ما رعوب من أسمائنا إنت اللي ما بتسترجي تكتب أسمائنا بعنوان أو بصورة أو تذكرها على لسانك أودا تعرف ليش صديقي هيثم؟ لأنه أفكارك هشة وما عندك أي ثقة فيها ودينك لا يحتمل أصلا إنه الإنسان يسمع الرأي الآخر لهيك انت حرفيا بتخوف الصبايا والشباب على صفحتك من متعبعة المرحدين وبتقلهم الله بيحطكم بالنار أصدقائي قروا تتمت هاي الآية واسمعوا العبر الحكيمة من الإله الشجاع العبقري يلي بس إذا بتسمع كلام اللادينيين بيحطك بالنار معهم والمشكلة مو منك بصراحة المشكلة من الدين نفسه دين ضعيف وهش جدا لدرجة إنه غير قادر على إيطاء بأي إجابات جيدة وإنما بيوعد الناس بنار أزلية بحال استمعوا للآخرين هيثم انت قلتني أنا غير قادر على إيجاد خطأ واحد بفيديوهاتك؟ ما تعرفش تطلع من كل حلقاتي غلطة واحدة؟ بوهدك التحدي الحقيقي هو إني لقي أي شي صحيح بفيديوهاتك ولكن وبنفس الوقت بتمنى تستمر لأنه محتوىك هو تذكرة دائم إنه نحن فعلا ممكن نأخطئ بيون الأيام لو حتى بقي أشياء بسيطة مما يعني إنه لازم ننتبه أكتر على كلامنا ولازم نكون عم نتأكد من الأشياء بنتكلم فيها وهذا الشي ما بيوصلنا غير إنه نعمل محتوى أفضل فكبادر تشكر مني في كتاب أنت تكلمت عليه بالفيديو تبعا فكرة كتاب الإلحاد يسمم كل شي كتاب تحليلي مهم جدا أديك عرفت الناس بالكتاب وساهمت في نشره شوف بقى كم واحد هيحمل هذا الكتاب وأنا أدعوكم لنشر هذا الكتاب من باب شكر هذا الملحد لح شارك لك يا بأول تعليق وعمل له pin على اليوتيوب تكون صريح معك هاي بادرة ليست 100% بادرة خير مني بتاعشنا نحن ملحدين معنا قواعد أخلاقية فما بنعمل شيء خير 100% الحقيقة أني أنا اطلعت على هذا الكتاب خليني أقول أنه عندي ثقة أي إنسان مستوعب شي يعني إلحاد أو شي يعني مغارطات منطقية اللي حيلائقي مضحك مثل ما أنا لقيته كنت متمنى لو مذكور فيه كلمة أبو قبل بشي يقولني كان مضحك أكتر ولكن للأسف مضحك مما فيه كيفاء الكتاب فلح شارك لك يا ومثل العادي أصدقائي حبوا بي قبل ما تحبوا لا لحظة ذكرت شغلي هيثم حبيبي بوعدك أنك أنت عندك سوء فهم لموضوع اير كووتس عن حق الإنسان قيما أخلاقية مطلقة في العالم المادي كلمة إنسان كلم عن المرأة لهيك حبوا بيقربكم بس فكروا بيعالكم بيس ترجمة نانسي قنقر